أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن المتأمل في فروع الشريعة وفي الأحكام التي جاء بها الإسلام يجد أن هناك مقاصد أساسية لهذه الفروع ولهذه المسائل التي نصت الشريعة على حكمها وبيان ما يتعلق به تلك ما يسمى بمقاصد الشريعة الأهداف والغايات العليا من وراء هذه التكاليف من هذه المقاصد مقصد التيسير التيسير على الناس التيسير على الخلق ذلك التيسير يعني التخفيف يعني أنه كلما ألمت بالإنسان كلما ألمت به مشكلة ما أو كلما ألم به أمر ما وهو لا يستطيع أن يتحمله نجد أن الشرع الشريف يعالج تلك الحالة ويخفف عنه ويراعي حاله ويراعي ظروفه مثلا في أحكام الصيام صيام رمضان فرض أحد أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الصيام مقرونا باستطاعة الإنسان فإذا كان الإنسان مريضا أو كان مسافرا ولا يستطيع أن يصوم ففي هذه الحالة يأتي التيسير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَّامًا مَعَدُودَاتِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة هذا التيسير الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية حينما نبحث عنه وحينما نتأمل الآيات والأحاديث النبوية ونتأمل الأحكام الفقهية نجده يدور حول ستة أسباب هي ما تسمى بأسباب التخفيف أو أسباب التيسير من هذه الأسباب السفر فالسفر كما ورد السفر قطعة من العذاب يترك الإنسان فيه أحبابه ووطنه يراعي الشرع الشريف هذه الحالة التي تمر بالإنسان فيخفف عنه فتجده يخفف عنه في الصيام يقول له لك الإفطار وعليك القضاء فيما بعد نجده يخفف عنه في الصلاة فنجده يجيز له أن يقصر الصلاة بدلا من أن يصلي الصلاة المفروضة الرباعية أربع ركعات نجده يقول له لك أن تقصر الصلاة كما جاء في آيات سورة النساء ثم نجده أيضا فيما يتعلق بالسفر نجده يجيز للإنسان أن يمسح على الخف مثلا ثلاثة أيام بدلا من يوم وليلة نجده يسقط عنه صلاة الجمعة إذا كان مسافرا وهكذا فالسفر أحد الأسباب التي يأتي من ورائها والتي يتعلق بها التيسير السبب الآخر المرض إذا كان الإنسان مريضا فنجد الشرع الشريف يخفف عنه يأتي صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يقول كانت بيه بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما الأصل أن تصلي وأنت قائم فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فمستلقيا أو فعلى جنب كما جاء في الرواية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن من أسباب التخفيف السفر من أسباب التخفيف المرض ثم من أسباب التخفيف الجهل قد يجهل الإنسان الحكم مثلا فتجد الشرع الشريف يخفف عنه ويقول له كل ما فات بسبب جهلك فهو معفو عنه وأنت مطالب بأن تلتزم بالأشياء التي تعلمها من لحظة أن تعلم ذلك فيقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه فالخطأ الذي يصدر عن الإنسان بسبب عدم علمه مثلا أو يصدر عنه سهوا كل هذا نجد الشرع الشريف يعفو عنه ويجعل الإنسان في دائرة العفو السفر والمرض والجهل والإكراه والنسيان والنقص فتجد الصبي الصغير غير مكلف بالعبادات مثلا لا يحاسبه الشرع الشريف إلا من لحظة بلوغه كل هذا إنما يعبر عن التيسير فالتيسير مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية كل هذا إنما هو في الأوامر في التكاليف وليس في الأمور المحرمة وليس في المنهيات ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم طب والأمر الآخر المحرمات وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الميسرين وأن يجعلنا من المحافظين على شرعه إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته